افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي صباح يوم الأحد المواثر للثالث والعشرين من أكتوبر الجاري دورة تدريبية لبناء قدرات مفتشي الهيئة على أحدث مهارات وأساليب مكافحة الإتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للعمال المستغلين التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتحدث الرئيس التنفيذي خلال الدورة التي تستمر حتى الأربعاء عن دور قطاع التفتيش والمهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق هذا القطاع للحفاظ على سلامة السوق المحلية وضبط أي مخالفات من شأنها تشويه ديناميكية الاقتصاد الوطني والتأثير سلبا على القدرات التنافسية للقطاع التجاري وأشار العبس إلى أن التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يأتي بهدف الارتقاء بدور قطاع التفتيش وتطوير خبرات وأداء موظفي القطاع مثنيا على الجهود التي تفذلها المنظمة في هذا المجال ومعربا عن شكره وتقديره لبدور الذي تلعبه المنظمة وتعاونها مع الهيئة في هذا الإطار وتركز الدورة التدريبية لموظفي الهيئة التي يشارك فيها نحو سبعين موظفا من قطاعات التفتيش على بناء قدرات مفتشي الهيئة من أجل مكافحة الإثجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للعمال المستغلين كما تعمل على تكوين المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للمفتشين لتحديد حالات الإثجار بالبشر وتعريف المفتشين على أدوارهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بمساعدة الضحايا بما في ذلك دعم أجهزة العدالة الجنائية ودور المفتشين في تنفيذ الآلية الوطنية للإحالة يشار إلى أن الهيئة اتفقت قبل نحو عام مع المنظمة الدولية للهجرة على وضع خطة عمل للتعاون الفني مع المنظمة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة ودعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهور الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص إلى جانب تنسيق وضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل وتنسيق الجهود للمساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم